ما عنده شي ما داعي بي ولا أريد بس والله ما عنده شي سووها لأ الله سووها لأ الله من مقاعد الدراسة إلى غياهب السجون المخبر السري ينتزع براءة الطفل محمد فواز ويزجه خلف القضبان بذريعة انتمائه إلى التنظيمات الإرهابية رغم الأدلة التي تثبت براءته محمد هو الولد الوحيد لوالدته وما يزال يدرسه في مرحلة الثالث متوسطة في إحدى مدارس الفلوجة دخل داعش هو عمر عشر سنوات عمر عشر سنوات من دخل داعش هو عمر عشر سنوات من دخل داعش ولحد ما طلع داعش هو هم صغير ورجعنا لحد ما رجعنا هو بعد هم الطفل صغير تكمل سادس ابتدائي لحد ما رجعنا وهم ماكو يعني لا طلع ولا راح ولا إجوي يعني يقولوا لك أرهاب أربع أرهاب الله أكبر يعني وين أكوهيتي شي الله أكبر يعني إذا عشر سنوات شي يقدر يسوي والله ما يقدر يسوي أصلا والله العظيم الصحيات ما يطلع لا يخاف وهو هالواحد عندي يترك العشر سنوات هو هالواحد عندي يعني لو أنا مجرمة وكافرة أما خليه يروح يجي طريق إن هذه القصة هي نموذج لآلاف العائلات لا سيما في المناطق المحررة التي ذهب كثير من أبنائها ضحية وشايات كيدية لم تفرق بين متهم وبريء فيما تتعالى الدعوات إلى إعادة المحاكمات وإنصاف من لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء أطالب بعادة أكيد من أخذه شبعه كتيل وعذبه وموته تعال قول كذا وكذا 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 واعترف على نفسه ويجوز مو بس نفسه بلا هواية ناس بسبب الكتل أطالب بأنه يعيدون إعادة محكمته ووزير الداخلية هم أطالبه وأطالب كل مسؤول وكل من أبيد شي ويقدر على شي لا يقصر لأنه هذا رأي عام مو بس ابني آني أكو هواية مثل ابني مظلومين ومهجومة بيوتهم وحرام هذا الشي سووها لأ الله لأ الله سووها لسووها إلي يعاني عسى أن يتحرك أصحاب القرار من أجل إقرار قانون العفو العام الذي طال انتظاره إضافة إلى إنهاء ظاهرتي المخبر السري وتشابه الأسماء من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة